موسيقى اللي هم دون السن بقوا مجموعة من الشباب بيستقوا على حد ضعيف شوية من أصحابهم وممكن الموضوع يوصل للموت طيب أنا إزاي أقدر أدافع عن نفسي لو تعرضت لتحرش أو تعرضت إن أنا حد عايز يخطف شنطتي أو يخطف حاجة خاصة بي ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفنا كابتن أحمد النمر خبير القتال السريع أهلا بيك يا كابتن من نهارنا النهاردة حلقة البرنامج حلقنا النهاردة حلقة خطيرة طبعا حداتك شايف إن إحنا في الفترة الأخيرة يبقى فيه عمف جدا في التعامل يعني حتى الناس في المواصلات لو إنت مثلا قسرت على حد العربية بينزل على طول ويبقى إيده أسرع من لسانه زي ما بيقوله كده مثلا إحنا ممكن تبقى ماشي في الشارع حد يوقفك بقى أي آلة أو بقى أي حاجة عشان ياخد الشنطة بتاعتك أو ياخد الموبايل أو ياخد محفاستك فيه ناس بتسلم الحاجة بكل سهولة وفيه ناس بتقوم فممكن تأذي نفسها فإحنا النهاردة فقرتنا هنتكلم على إزاي أدفع عن نفسي فبداية كده نتكلم على أنواع العنف في الشارع طيب إحنا نمسكها بالتدريج كده من البداية إن المفترض إن نبقى كل حد أو كل بنت ولد كبير زغير عنده الإمكانية حتى ولو البسيطة الأولية لأنه هو يقدر يدافع بها عن نفسه أو يقدر يتعمل في موقف قدامه إزاي؟ تمام فيه كتير طبعا بنبقى شفنا فيديوهات شفنا بعض المداربين بينزلوا بعض الحركات كتعليم حاجات كده في حاجات ممكن أن أنا تابعها أبتدي أطمرة نروح أنا أدرس أنفزها يعني بالضبط ممارسة الألعاب الرياضية برضو مش حاجة وحشة هي دي مرحلة يعني كويثة بعض الألعاب أو بعض المسميات في الدفاع عن النفس فيه مداربين فيهم بيقولوا لا ديت ما تنفعش لقتال الشارع بس هي هو فيه فرق أنا مراكد شوتي فيديو عن القتال بيقولك أن فيه فرق بين قتال فنون الحرب والفنون القتالية كدفاع عن النفس والفنون القتالية اللي هي خاصة بمثلا الأشخاص اللي هي بتوع الأمن أو السيكوريتي أو اللي هو الحرس الشخصي زي ما بيقولوا فإيه الفرق بينهم كده في عجالة مثلا ناسي ده تفرق بينهم إزاي في التدريب البداية أن أنا طبعا لازم يبقى عندي خبرة لوقافات للمسافات للأكمات أن أنا أقدر إزاي أضرب لكمة راكلة برجلي أضرب أبعد اللي قدام إزاي طب أنا هضربه ضربة مؤسرة إزاي الكلام ده كله مش غلط أن أنا ألعب أنواع ألعاب رياضية أو ألعاب قتالية يعني لا بالعكس دي مقدمة للحاجة اللي هو زي ما حدتك ما بتقولي كده أن أنا بألعب حاجة أو بتمرن عن حاجة دافع بيقى عن نفس لأنها طبعا فيه فرق ما بين المنازلات أو ما بين الأساليب المتشاط جوا مسمى لعبة رياضية أو مباراة رياضية بيبقى فيه حكم فيه قوانين محطوطة فيه أنواع تانية بيبقى أصعب فيه أكثر أنا كنت أقولك أن ساعات بيبقى مثلا أنا علمت ابني أو بنتي أنها مثلا تلعب كارتية أو تلعب بيكون غفوة بس في الواقع لما هي تتعرض أو هو يتعرض ما بيقدرش دافع عن نفسه تمام ده اللي نقصده بقى نحن نربط ما بين تعليمه ده أو ما بين إمكانياته ده ما هو أنا مش هينفع أن أنا وأنا بعلمه حركات دفاع عن النفس مش هعلمه حاجات جوة الألعاب الرياضية دي يعني ما هيبقى فيه وقفات إمتى تبقى رجل يمين وراء؟ إمتى الشمال وراء؟ ما دي كلها في الألعاب في التدريب في أنواع الكارتية القنوفوزة من حياتكم يبتقولي أو الكيك بوكس أو الكلام أي مسمى من كل ده الوقفات واللكمات إننا إزاي صد اللاكمة اللي قدامي وقفل على وشي كل ده جميل في مساكات بتبقى في أنواع بعض الألعاب مش موجودة جوة المشكلة بره أو اللي أنا بتعرض فيه أو اللي بيقفك في الشارع هو ما عندوش خبرة قتالية هو بيضربك عشواتي لو أنا أعرف كملاكم بس حتى مش عارف إن أنا أضرب اللي قدامي لأ هعرف طبعا بس هيبقى لازم أزود خبرتي بقى يعني مش هبقى مكتفي بس بتدريبي للنوع ده من الرياضة لأزود خبرتي بكام أسلوب تاني أو لو حد بمرة أسلوب كويس كدفاء عن النفس بشكل أو سلف دفنس بشكل مباشر هو هيأهله برضو لو هو عنده الإمكانية فعلا كمدرب هيأهله لللي يضرب لكمة زي الملاكم هيقفل ويطلع برجله وإيده زي الكيك بوكس مثلا هل أنا لما بروح أتضرب على فنون القتال هل أنا مثلا بصنف أنا مسعيز أتضرب فنون القتال شخصي أو فنون حرب أو فنون مثلا يعني بيبقى فيه تصنيف قبل ما بدخل أتعلم ده أو أنا بتعلمها جنرال هو حسب أنا أصد من البداية أنه فيه ألعاب رياضية أو ألعاب قتالية يعني ممكن واحد يتمرانها من البداية كسن صغير لكن دلوقتي بقى الموضوع فيه جرائم أكبر من كده كان الأول مفيش أن فيه أولاد يموتوا بعض في مدرسة دلوقتي بقت موجودة طبعا كل يوم بنسمى حادث عن كده حالات الخطف كترت الاعتداءات والحاجات اللي بتبقى في الشوارع أو على السياسيين أو كل الناس دي عامة نصف النانين الموضوع بالضبط فالموضوع كتر فالإصابات ابتدت تكتر طريقة الهجوم نفسها بقت أصعب بقت أقوى بقت أعنف فلازم أنا هيبقى عندي تطور زي ما فيه تطور حدث عمال في الجريمة يعني بالضبط كده فأنا هيبقى لازم أبقى قابل الموضوع ده بتطور إمكانية عندي بس الموضوع مش هيبقى أن أنا أخد أن أنا هبقى لقدامي زي ما حيتك ما قلت في الأول أن أنا مش واقف قدامي حكم فأنا أبعرف القواعد بقى مثلا أو هضرب برجلي لأ طب تحت فوق مباشر مش هيبقى فين الحاجات دي كلها اللي بيبقى بقوانين اللعبة لكن لما أنا أبقى متمرن بشكل حر كدفاعن النفس كأسلوب إزاي أن أقدر أتحرك قدامي هقدر لو أنا تعرضت لأي حاجة أقدر أدفع عنه طب هل فيه فرق بين أن أنا أتعلم ده لو أنا طفل وبين أن أنا أتعلم ده وأنا شاب أو بنته ولد أو ستة كبيرة يعني فيه فرق في التعليم على حسب الشخصية في استخدامي يعني حسب الشخصية حسب الشخصية بتاعة الفرد اللي بتعلم لأنه ممكن حد يستقبل وهو كبير بيبقى عنده الموضوع ما فيهوش لغبطة للإدراك أو للاستقبال المعلومة فيه حد تاني بيبقى عرف حاجات أو قرى حاجات أو شاف حاجات عاملاله حيز أو اتمالت جواه مالت فراغ من جزء معين كده عنده فهو مش قادر يترجمه على الحقيقة وفي نفس الوقت فيه بيبقى خلاص خد إن هو يتعامل بنية طيبة مثلا مع العالم اللي هو المحطين بيه أو فمش شارس آه بالضبط فيه تربى على إن هو يقدر يتخاني فيه تربى زي ما بيقوله مثلا في حد ألبوميت وحد شاف هي الفكرة إن هو أخد على كده التجربة بالتجربة طب هل أنت شايف المجرم أو اللي بتعرض لي هل هو بيبقى جبان فلو أنا حتى لو أنا من جواه خايفة بس أنا تعاملت معه بقلبي جامد إن أنا مش هممني منك ولا المفروض إن أنا بقى لما الموضوع بشارة إن أنا متئزيش يعني أنهي أحسن في الدفاع أحياناً بيبقى جبان بس هو في اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما بقاش المجرم جبان بالعكس يعني هو بقى عنده الشجاعة الكافية إنه يواجه ويتحمل مسؤولية اللي هيحصله بعد كده إيه طبعاً بسبب العقارات أو الحاجات اللي بتبقى بتتاخد أو كده بتخليه مش دراكة بالضبط بس إحنا من البداية كده إن إحنا ناخد حبة حاجات إن إحنا نعرف إزاي نقف قدام حد مجرم أو حد بلطاجي أو حد فاجئني لأن عنصر المفاجأة بيعمل فاصل كده في المخ لرسالة الرد الفعل السريع بالنسبة لأي حد طب يعني أنا مرة كنت شفت فيديو كان إن مثلاً لو إنت شايل شانتتك ماشي في الشارع هو ماسك الشانتة تاعتك ومثلاً حد جي يخطف الشانتة منك فإنت المفروض إن إنت بتمسك حرف الشانتة وتنزل بها على الأرض بتقلي جسمك كله بتاخد يعني الشانتة وبجسمك بتنزل على الأرض فبيقولك إن دوت لو شخص راكب مزي متسكل أو حاجة ممكن هو يتقلب هو ماشي سرعة فهل ده صحة ولا غلال في سرعة فإذن القانون بتاع السرعة أصلاً بيعمل قوة يعني مناسبة للسرعة ديت فهيبقى هو قوته أكتر من قوة السحبة بتاعتي غير إن أنا رد فعلي هل أنا كنت مركز معاه يعني أنا كنت مركز معاه أصلاً وهو بيشد الحاجة مني أو حاجة سريعة شوية فأنا مش مركز معاه لأنه أكيد بييجي من صغرة معينة وهو بيبقى خلاص درس الموج مرقبك من بعيد كعلم إجرام بالنسبية وخلاص عملها كدراسة كده بتطور جواه إنه هو بيجي في لحظة لحظة سهو أو لحظة نرفازة بالنسبة لي في تليفون مثلاً بتكلم أحد مش مركز خطف التليفون فأنا فرد الفعل ده أي حد الأغلب يعني إن التسعة وتسعين في المائة من الناس هو مش هيلحق على ما بيترجم إنه هو خلاص بيعد لأنه في سرعة بالنسبة للشنطة بيحصل نفس الكلام لأن على ما أنا ما هبقى سواء ولد بنت ماسك شنطة ويبتدي ينشف عضلات أو يقفل جامد على الحاجات اللي هو ما سكها التاني طبعاً أكيد جي في لحظة ده باصل الحظ بيكلم من حد معاه مش منتبه بيعدي شارع هو جاي بالعكس أنا بيعدي وهو ما سعد بيعمله كده تمام فبالتالي أنا لو أنا نزلت لو أنا نزلت بيها هي معلومة صح بس مش هتنفع مع كل السرعات لو حد بيجري لو واحد بياخدها مني وبيجري على رجل عادي محتمل أن أنا أقدر أن أنا ما أسحبش على رجبتي أنا هو مش هسحبني أو هيسحلني بمعنى أصح لكن حاجة أسرع وأقوى مني هتبقى عاملة قوة مباشرة على جسمي أنا وعلى وزني بالضبط كم بالضبط حتى لو افتراضاً الشنطة ما تسرقتش أنا أضرار والإصابات اللي هي أقوى من سرة الشنطة فهي يعني صح لو السرعة والليلة بتاعة اللص اللي بيسرع لو السرعة أكبر من كده المفترض أن أنا بمسك الشنطة أرجع لورا أرجع لورا أجري معاه شوية عشان أبادل السرعة شوية سرعتي بيه هو لأن حد زي ما حد مثلاً بيشد بيشدي إيدي فأنا مش هقف فجأة لأ أنا هجري عشان إيدي ما تتخلعش فأنا هجري معاه شوية عشان أعمل توازن بيه سرعتي وسرعيته بعد كده ممكن أقف فجأة لو قدرت ألحقه ماشي ما قدرتش ألحقه لأنه وكده هيبقى هو أسرع مني فأنا هبتدي أفرم الفجأة كده وأنا عملت تقليل لسرعيته بالتالي تقليل لقوته بالتالي أنا وزنت قوتي مع قوة فأنا قدرت أتحكم في ده بالضبط كده فهتنفع في المرحلة دي هتنفع بس مش لازم أن أنا أنزل على ركبي على الأرض لأن أنا دي يبقى أنا كده ضريت نفسي وهتشقل ممكن مع الحركة صح بس ده بالنسبة ده بالنسبة للشنطة لكن من البداية خالص لو إحنا جينا قلنا المسافات المطلوبة إن أنا بتعلمها أو أنا كمدرب هعلمها لحد نظراتي عايزين بقى حد يبقى معنا علشان خاطر هنقوم على الهوى كده الكابتن هيورينا لو حد يوقف قدامي بسكينة أو بمسدس أو سبتني بالشارع طبعا أنا يا جماعة كنت أنا عايز أقوم بس أنا خفت على الكابتن من قوتي وكده لشان طبعا شايفين فرق الحجم بيني وبين الكابتن فمرضتش طبعا أنا أقوم بده بنفسي كمان عايزين الأرقام تنزل على الشاشة لو في أي حد عايز يبقى في اتصال معنا في البرنامج يقدر يتصل بنا ويسأل الكابتن أي حاجة عايز يسأل بالضبط طيب ده بالنسبة لسرقة الشنطة إيه تاني ممكن لو أنا تعرضت إن اتخطف مني يبقى فيه رد فعلي سريع مني قدر أعمل إيه يعني التليفون طبعا أنا مش هرحق التليفون بيبقى راكب في العربية بيتكلم من الشباك مثلا فاتح جنبه الشباك أو حاطت التليفون على الطابلو كنا بنلاقي مثلا يقولك بيبقى تنين واحد جيلك من الشباك دوت والتاني مستخابي من ناحة التانية فبدا بيتكلمك من الشباك بس أنت جنب سايب تليفونك على الطابلو تلاهيت مع الشخص اللي هنا خد تليفونك وجهي جميل فاحنا بنرجع لعناصر الأمان محمد هو معانا بقى يا كابتن بنرجع بس نكمل النقطة دي بنرجع نقول ايه عناصر الأمان بالنسبة لي أن أنا أولا ما بقاش سايب الشباك زي ما حياتك ما قلت كده ده بيحصل فأنا ما تديش فرصة لللي بيسرق أنه هو يبقى أزكى مني أو خلاص أنا بتعلم من الخطأ أو الأحطاء الموجودة طيب ماشي طيب نكمل الأول معاه وبعد كده نشوف هنعمل ايه الأول بالمسدس تختار ايه تختار تموت بأني حاجة الأول نخلي مثلا أو نتكلم الأول على المسافة تعالوا هنا على المسافة الطبيعية يعني أنا إزاي أعمل أو أحمي نفسي بمسافة أو أعرف المسافات أو علم المسافات إزاي ما بيني وما بين المهاجم أنا اتفاجئت أنا مثلا واقف كده اتفاجئت فهو هيجي مثلا يهجم أو حاطت إيده أو هيضرب ضربة أنا مش عارف هو هيمسك ولا لأ أو هيضرب ولا لأ طب الضربة جاي فين فأول حاجة بعملها أن أنا لازم أبعد يعني أزبط المسافة بتاعتي بعيد عن الشخص اللي بيهجي معلي أن أنا قربت أو هو قرب لي أبتدي أرجع المسافة داية الأمنة بالنسبة لي أطول من مسافة دريعي أنا عشان بالتالي هو لو هو ماسك أداة في إيده وهيضرب بيها أبقى أنا خلاص أنا كده في الأمان دا لو أنا خدت بالي طب لو أنا ما خدتش بالي وهو خلاص هجم إيده هنا إيده هنا داية باب أنا اللي بخش عليه أو برجع صح؟ بس هرجع هل فيها خطورة هل هو داخل يهجم فعلا ولا هل داخل هو بيهدد آه بيهدد الضبط بيهوشني بس طب بيهجم كزي ما بنشوف كده قدام المدارس بقى قدام أي حد البلطاجة بقيت موجودة فهو داخل بيضرب فعلا كضرب مع أحد أنا المفوضي يبقى عندي عندي الإدراك دا لنا أصده بقى من البداية أنا يبقى عندي إلمام بالمسافات بعناية كده شايف هنا واحد هنا اثنين دا مع أسلاح دا لأ بحس أن أنا ما نفعش أن أنا زي ما فيه بعض الحركات أو بعض الأساسيات في المساكات بتاعت السلاح أنه هو هيقول أن أنا همسك السلاح وهمزل بيه لا 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 أنا أقصد أنا هتفديها إزاي طب هل هو هيسبني هعمل الحركة دي هتنفع تتعمل أن أنا هنزل هفك السلاح منه طب هل هو هيتفك بما أنه هو مهاجم بالزبط كده فإذا فيه حاجات هتنفع فيه حاجات لا فيه منضم ضمنها بعض الحاجات أن أنا بمسك مش عايف المساكات خليكوا قدام الكاميرا عشان أباينها مساكات مختلفة هل دي هتنفع ولا مش هتنفع طيب إحنا نخرج خالص برة ده الشغل المتقدم بقى أننا نخرج برة المساكات خالص كده كويس تمام نخرج برة المساكات يعني أنا ما حاولش أن أنا أمسك إيده لأن أنا ممكن ببساطة خالص أن أنا أمضارب دي وأمشادت كده اتشدت هي الموضوع سهل بس مش سهل لما هو هيبقى بيتخانق معي يعني أو مش سهل إن هو لو في حد بالضبط كده لما هو داخل مش هيبقى واقف مثبت دي لكن أنا لو دخلت وقفت زي إيه ضربت على طول من غير ما أنا أمسك أو ضربتها هي بس بإيدي على إيده تمام عشان ما تبقاش واجعيك تمام لما أنا هضرب هنا وأمضارب يعني أنزل واحد اتنين تلاتة في خلاص هو أنا خطفته كده أنا كده أنا كده أبعدت أنا كده بعدت عن الإنسان اللي هو المهاجم دوت خلاص أمنت أنا نفسي طب هل أنا محتاج بعد ما هضرب هخبط الخطتين أنزل بقى بيه مسكة تهديد ليه هو إن أنا كده منزل السلاح عليه هو كتهديد ليه هو بشكل مباشر ولا أضرب ولا خلاص إن أنا كده ده كفاية عليه وإن أنا أنا شايف هو أخاف منك بقى مسكة بالضبط هي الفكرة بتبقى مواقف يعني هو حسب المواقف وحسب العدد لأن أنا ممكن مش محتاج إن أنا همسك لأن أنا مجرد ما همسك هتلاقيهم بالضبط كده اللي بيحصل فالمفروض إن أنا القتال السريع أو الشكل الجديد في القتال أو الدفاع النفس بالشكل متقدم إن أنا مش بضرب ضربة وامسك أستنى أنتظر إن أنا ده هيهاجم بقى أو أعمل لأ إن أنا أول حاجة بأخذها بأمن المسافة بتاعتي لو حتى هو هيهجم أنا بذوق ببعيده عني ببعيده عني بس طالما مع أسلاح مش مهم مصلحة إن أنا ببعيده عني لأنه هو هيهجم تاني خلاص هو أصلا نواة إنه هو عنده النية المباشرة للهجوم فمش صح إن أنا أبعد ده لو هو معه سلاح وجاي يهجم لأ هو جاي خلاص حطت هنا أو بيهجم كده المفروض إن أنا أتحرك وأمضارب لكمة لكمة مش هتدواخه زي ما هتكسر له حاجة لللكمة قوية لكن أنا عايز أدواخه علشان أو أعمله أهرب أو أول حأتحرب فهضرب بأيدي مفتوحة دي بقى اللي هتنفع اللي هتنفع للولاد للبنات للحاجات الحاجات السهلة يعني إن أنا ممكن بيدي مفتوحة بخبط بخبط فين تخافش بخبط فين في الجزء ده في الجزء ده اللي هو يعتبر فيه البقء بالمناخير بالجزء ده بلايه ليه علشان إن أنا أعمله خلل بصري وخلل في الحركة في الحركة بتاعته فهيبتدي إن هو مش هبقى مركز حتى ثانيتين بعدين أنا ممكن ناخد بقى السلاح بشكل تاني أبتدي أتحرك وأهرب بره الموضوع خلص يبقى أنا كده أطلعت بره تبدأ لو سكينة تبقى له مسدس فطبعا أنا مش هقدر هي بالنسبة للسكينة فيه كتير يعني طيب بالنسبة للمسدس برضه مع إنها أنا أعملها في الموابة التانية تمام فيه تثبيتات كتيرة للمسدس أكترهم يعني أكترهم إن هو بيبقى جاي من وره يعني بيبقى جاي مثل يعني من هنا أو من هنا مسبتني كده فيا إما هخش من هنا يا إما هخش من ناحية تاني لو أنا دخلت من هنا أنا كده نطرت إيده بس مش صح قوي مية في المية لأن أنا كده هو جسم مبعيد عني إلا لو أنا بقى هعايز أشيل بقى من تحت وهو أقاو الكلام ده كله ولكن الأأمن أن أنا أخش جواه هو إيده هي اللي تبقى بره يعني كده إيده هي بره كده أنا دخلت جواه خلص دخلت جوا وضربت أو ضربت فبقى ده بره بقى ده بره هنا السلاح هو خرج بره عني لما أنا بقى كده ثبت إيدك أحس بظهر السلاح الأول عشان ما بقاش برجع وهو بعيد أجرجع كده تفاجئ يقوم ضربني طالب لازم أن أنا حتى لو هو بعيد عنك أنت أقرب له أنا أبتدي أقرب بشكل أبتدي أقلل شوية من العنف بتاعه وأبتدي أقرب أتفاوض معاه فجأة بألف بقى أقفلت هنا وأنا بأخبط وأبتدي أشد خلاص ده تخلع أو صباعه تكسر وأبتدي أن أنا شديت أمنت نفسي أو هددته هو بالسلاح تمام دي حاجة يعني حاجة من الحاجات اللي هي التهديد المباشر بالأسلحة لكن نرجع تاني لخطوتين كده للورا ده لو أنا من غير السلاح يعني حدا مقافك هي هاجمت من غير السلاح بالضبط كده أول حاجة أن أنا لازم زي ما قلنا كده من شوية أن أنا بأمن نفسي في المسافة بتاعتي ما ينفعش أن أنا أقف إيدي وراء ظهري وأنا بأتكلم مع حد وعارف أنه هو هيهجم أو هيعتدي علي بإيد أو يهجم علي بسلاح أو مع سلاح فأنا إيدي ما تبقاش ورايا وأنا بأكلمه زي ما بيحصل مع بعض الناس ما ينفعش أبقى حاطة إيدي في جيبي لأنه كده فيها خطورة لو هو ضرب أنا مش هلح أطلع أقفل أفضل بصص في عينه إحنا قلنا لو مات وحد أنتم مديقين منه جوه فأشوف أنت عملتنا ما يبقى جوه مش زي ما بي أول حاجة زي ما قلتها حياتك من الأول أن أنا بقيس المسافة بتاعتي طبعا كل إيدي هيبقى بسرعة لو بعيد لو أنا اللي هضرب أنا بقرب بقرب بس بشكل مش مباشر لي علشان ما يخدش دايلي طيب وأنا واقف دايماً بكلمه دايماً إيدي بتبقى هنا مش مباين أن أنا بهدده لأنه هو اللي بيهددني بس أنا عايز أعمل رد فعل وفي نفس الوقت مش عايز أتخانق في الأول أو مش عايز أهجم أنا عايز أن أنا أبقى بتعامل بشكل يعني لحد آخر نفس ما عملش مشكلة سلمي أه بحاول أن أنا مش عايز أعمل مشكلة فدايماً هو مثلاً عايز يتخانق يتخانق معي يعني حاول تهجم علي فأنا اهجم علي خش كأنك عايز تمسك متضرب مش هضرب ما تخافش والله والله ما هضرب تمام؟ أنا بابتدي أرجع باخد مسافتي مش بعيد قوي ولا بخش أو بفضل واقف لأ بفضل واخد مسافتي واتزاني التوازن بتاعي ما افتحش رجلي قوي ولا افتح رجلي بالجنب قوي ولا بقى أقفلها جداً بحيث أن أنا التوازن بالضبط وما قدر ما عاش ممكن هايز وإني أنا أقع فقدر ألحق نفسي كالتوازن بتاعي فدا إيه دا ياه هنا في منتصف الحركة بتاعته اللي هي ممكن هتأذيني بتحمي وشي بتحمي الجزء عند أنا من هنا سواء بقى مسك سلاح أو لا دي أول حاجة أو أول خطوة أول خطوة أنت كده في الأمان سواء بقى ولد صغير ولد كبير بنت راجل أي حد في أي مشكلة في البداية طيب أنا مش عايزة تخانق مش عايزة تخانق بس هو حد بيجري شكري مثلا زي ما بيحصل كده في المدارس بالنسبة للولاد جاي مثلا هيمسك حط إيدك فأنا ببتدى زق وأنا بزق مش بزق بس ببتدى زق بزقها هنا دي أول حركة إن أنا ببعد إيده خالص طب معا دي ما هو كده هيعمل رد الفعل عنيف لأ أنا بباعلوش أنا بقول له بس خلاص وبعمل كده بحركة بحركة عادية مش بهجم لك بهجم بقى هيبقى فيه بصة تانية هيبقى فيه ريأكشن تاني عندي إن أنا ببين بقى بعنف أو إن أنا بمسك إيده جامد أنا أقصد إن أنا بدل ممسك إيده ده في البداية وانزل بقى بيها ويبقى دي مسكة أو كسر أو حاجة ويبقى كده عنف مباشر هو هيبتدي يتعامل أكتر فبتدي إن أنا أقطر أكتر فالموضوع بقى فيه تبادل سواء بقى أنا أقوى ولا لا ممكن يبقى فيه حد طبعا أنا كده فيه خطورة ولا لا يعني هي الفكرة في كده لكن أنا أقصد أنا بالنسبة لمدارس لأنا مش معنى أطفالها هيدراه بعض مش معنى كده أنا عايز أخلي الولاد في المدرسة أنا أبقى أعلمهم عنف لا يا جماعة إحنا أول حاجة هنعملها إنه ممكن بيبقى فيه شوية زميل أو مجبوعة استضعفه فرض بالضبط كده فلما أنا أبتدي أزق أزق هنا أبتدي أتحرك يمين شمال أرجع هجوم منهم أبتدي أتعامل فين هضرب فين كطفل في مدرسة مش كفي الشارع وفيه هجوم بقى أو حد بيهجم علي أو عايز يموتني لأ دي قصة تانية لكن حد عادي هبتدي أزقه هنا في المفصل ده فوق الرقبة أو يعني فوق الرقبة أو في المفصل بتاع الفخد بابتدي أزق كذا أبس هنا دي طبعا زي ما إحنا عارفين إنها كسر فعلشان أنا ما أقصروش بس أنا عايز أفقده التوازن بتاعه عشان يوقع مثلا بيضاهره فلو أنا زقيت هو هيرجع وفي نفس الوقت أنا ما ضربتوش طب أنا بفضل فنقصد أنا كده ما ضربتوش أنا زقيته بس أنا باسته بس عندي بالضبط كده فكلها حاجات بسيطة هتتعمل مش مساكات لحد الوقت مش مساكات لحد دلوقت أنا بابعد الشخص اللي قدامي إنه هو يهجم طب أنا بابعد هو هجم علي وبيضرب تمام أول حاجة زي ما إحنا قلنا بحفظ المسافة إهجم كده أي هجوم كده بيضرب كده بيضرب كأنك تتخاني معي أنا بابتدي هو هنتبه خلاص هو بيهجم هبتدي أنتبه هقرب ولا هبعد طب هقرب أنا كده خلاص هو هيضرب أنا هفضل في مناوشات معاه وأنا عمل حاطي إيدي كحماية خلاص ما تضرب طب في إيه صح؟ اضرب كده دي أول حاجة أنا هفلت قفلت هنا اضرب يعني قرب إيديك كأنك بتضرب تمام؟ أنا كده لو أنا عملت كده هو هيضرب لا مش هيعرف يضرب حرك كده حرك دي صح؟ مش من هنا بقى لأ من أول المفصل بتاع الكتف كأنني مثلا كأنني زي ما بيحصل كده بحوش حد وبقول له صلى عندي بقى يا أخي صلى عندي وعمال بقى أحوش مش دي العادة بتاعتنا طيب أنا لما هو اضرب كده دي لو أنا مش عايز أتخاني صح؟ طيب أنا خلاص بقى هو هيضرب بقى وداخل وممكن يطلع بقى بركبته وخلاص ويدرب فاعمل أنا إيه؟ هروح ناحية إيد دي لو أنا برضو لسه في نية إن أنا مسالم مش عايز أضرب اللي قدامي فهروح ناحية إيد أمسك واحدة ألف كده كسر كده استسلام بخلع للكتف بنزول لي على الأرض تمام؟ طبعا بتبقى بقوة دي أول مرحلة طبعا دي حاجات سهلة جدا أي حد ممكن ينفذها في البيت طب أنا بنت بقى وحد بقى ديقني في الشارع أو واقف عايز يزقني بقى جوا توك توك عايز يتحرش بي مسلا في الشارع بيديقني أعمل إيه؟ طب نعملها تمثيل آه طب ممكن حيث اكتبني جواب؟ أنا اللي قوم ده الماييكات يعني مش عارفة طب هقوم بقى همسكهم في إيدي طيب همسكهم في إيدي طيب إيه جم عليها كده؟ ديقني بقى أنت مثلا أنت هت بترخم يعني آه أعمل إيه بقى؟ تمام؟ شوف هاته هو هيعمل إيه؟ لأ يعني يعني مثلا أنت بتحكز بنت في الشارع عايز ما هتزد مثلا الجاكت بتاعها عايز حط إيدك عليها؟ ماشي كده هوم ديال وكتب لأ بصي بقى أول حاجة زي ما احنا قلنا أنا بحفظ المسافة بتاعتي دلو أنا خلاص خدت بالي بعناية كده بشكل مباشر للهجوم بتاعه أنا لسه مش عارفة هو كبنت مش عارفة هو هيحطي إيده هيعمل إيه هيشد عايز شد مني حاجة صح؟ فدايما الزقة بتاعتي العادية جدا أقف قدامي كده ممكن تقف قدامها ومدي إيه لك بزق هنا دايما وأنا بزق هنا دي أعمل حساب لإيده التانية وبرجع كده إيدي دايما تطلع فوق مش بخوف قوي عشان ما بقاش إن أنا بقينتله إن أنا مرعوبة يعني كبنت وفي نفس الوقت ما بقاش وقف له كده بشكل قوي بشكل قون بزق فهيستفز أكتر فهيضرب لو هو بيهجم أو بيعاكس ممكن يكون بيعاكس بس معاكسة رخمة شوية أو تقيل أو شوية صح؟ أول حاجة بعملها هنا خلاص ابتدى يهجم بقى بجد وعايز يمسك بخش أنا هنا بالجزء ده بالجزء ده في الجزء ده يعني أقرب كده بقى ومسلا هيضيقني فأنا أقوم كده أول حركة أول حركة أخش بإيدك كده لا 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 بإيدك دي هنا إيدك التانية بتبقى أفلى على وشك دي كده أفلى على وشي بلزبط كده إيدك دي هنا ودي كده 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 بالزبط وفي نفس الوقت خدي خطوة باليمين كده فأقوم ضربه تمام 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 بس تمام كمان مرة كمان مدي إيدك كده فأنا أقوم عاملة كده وحمية وشي كده بصي بقى دايما ما تعملش سف يد كده كده مش مستحب للا إن كده لو أنا عايزة أمسكها لو أنا عايزة أمسك إيده لأي شكل لأي اشتباه في أي حاجة عايزة أضرب عايزة أنا أفضل ماسك إيده بعد كده لازم تبقي دي هنا كده تمام كده 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 علشان أنا عايزة أمسك طب كده لو أنا عايزة أزق هي هي نفس الشكل نفس الشكل الدوران بتاع ارتخاء الإيد ده هنا معلش أنت هتضربنا بره بقى أنا عارف كده بقفل تاني هو هاجم هاجم بقى تاني بخش هنا بزاوية كده تمام زي بالزبط الحزام بتاع العربية المكان بتاعه هنا صح؟ تمام فأنا بخش هنا كده تاني مع دخلة رجلي إيدك دي كده فأنا بقوم زقق إيد كده زب وحمية وشي بعد كده نجلك بقى اليمين كده ومضربة كده آه مش ضربة آه يعني زق أجامل زق ايه آه في فرق ما بين الضربة إن أنا أضرب كده غير إن أنا أزقق كده طيب ممكن تقف هنا بس أزقق كده شواء بلين كده هي صح؟ ما أنا وضعتش أزقق جامل بس أنا أقصد كده هي أنا دخلت دخلت زي ما أنا هو ما ضربتش أنا زقيته بس تمام بس يعني زي ما أنا هو وقف فهو إيه فهو عادي بس كده تمام آه 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 دايب إحنا كده كفية عليه بقى ونكمل آآ رايب عشان إحنا كده هنطلع للفاصل إحنا بنشكرك جده ما تستنيناش بره أرجوك طيب ده كده اللي هي الحاجات المبدئية إن أنا أقدر أدافع بها عن نفسي تمام لو حد اتعرض لي طيب آآ إحنا هنطلع للفاصل يا جماعة ولا نكمل للفقرة نطلع للفاصل نطلع للفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل رجعنا لكم بعد الفاصل آآ طبعا إحنا آآ كنا بس بنتكلم على حاجات بسيطة جدا تقدر تدفع بيها عن نفسك أو تدفع بيها عن نفسك لو تعرضت لأي هجوم لكن إحنا دلاتي في الفقرة دي نتكلم على موضوع تاني خاص برضو بموضوع إحراسات الأمن أو آآ تأمين المنشئات أو آآ إن أنا يبقى معايا بودي جارد آآ الحارس الشخصي فبقينا نشوف إن بعض الشركات بتنزل إعلانات إن هم عايزين حارس أمن مثلا يقف قدام الشركة أو يحمي منشئة معينة سواء خاصة أو عامة أو أنا عايز حارس شخصي لقيا لكن هل يا ترى اللي بتقدم للوظيفة دي هل هو بيبقى عنده الإمكانيات اللي تساعده إن هو يقف في المكان ده ويحمي المنشئة أو يحمي الشخص ويحمي نفسه هل ده فعلا يا كابتن؟ والله هو المفروض إن هو يكون عنده جميع الإمكانيات المتاحة للحصول على الأمان لأنه هو فرد أمن آه بس إحنا بتشوف إن العنادي لما بتنزل ناس كتير جدا ممكن يبقى روبي الكبير في السن مش لقى شغل فحارس أمن 12 ساعة بتتوفر لي وجبة بتتوفر لي سكن فخلص أنا هشتغل إن أنا هقف قدام منشئة هي دي كارثة من الكوارس لأن ممكن يكون يعني غلط أو خطأ في شركة ما أو الاختيارها للشخص أو فرد الأمن ده بدون تأهيله يعني هو المفروض حتى لو أنا اتقدمت للوظيفة دي هل أنا لما بروحي الشركة المفروض إن أنا باخد تدريبات؟ بالمفروض إن هو المفترض إن هو بيتم تأهيله طبعا الأول بيبتدي يستعلم عنه أمنيا جنائيا ما بيش أحكام ما بيش مشاكل ما بيش أي حاجة بها تمام ده أولا ثانيا المفروض إن هو يختار بحسب مؤهله لأن من الغلطة اللي أنا بشوفها شخصيا يعني يعني ممكن ودي بتقع فيها بعض الشركات أو ما بيكونش متعلم ما بيبقاش متعلم أو مش بيعرف يقرأ كارنيه مثلا فبالتالي حد داخل بيكارنيه هو اشتبه أو حس إن هو حاجة جمدة طب خلاص عديه بالضبط كده فممكن في الآخر هو يمثله خطر جوه أو يعمل كرسى جوه بالضبط وفي الآخر هو اللي هيودان فهي دي بتبقى على فرض الأمن كأمان لدخول الشخص نفسه بشكل غير مرهو فيه طب إيه الموصفات إن أنا أتقدم لوزيه هل فيه فرق بين إن أنا أحكم مثلا أو أحمي منشأة عامة أو أحمي محل دهب أو أحمي مكانة صرف فلوس أو إن أنا أقف على منشأة خاصة أو أحمي بيت أو أحمي شخص فيه فرق بينهم؟ يعني فيه فرق في التدريب؟ بيبقى فيه فرق في التدريب إن أنا كبحمي شخصية هامة لأن حسب طبعا الشخصية الهامة دي هل هي بيمثلها خطورة مثلا هل هي شخصية سياسية ولا لا هل شخصية عامة أو فنية أو كده يعني فأنا بحميه خلاص أو ببقى من أي الجمهور بقى أو كده فما ببقاش عايز حد يحبوه يعني فهتفرق هم مش هيئزوه بس ممكن يتأذي بسبب الكترة بتاعت الناس أو فده بيبقى عايز حد بيبقى عايز برضه يتعامل إزاي عنده حكمة التعامل أمنيا مع الجمهور اللي حواليه علشان في الآخر ما يبقاش عمل رد فاعل أو مشكلة أو بزبط كده لأنه هو في الآخر مش محتاج إن هو هيتعامل معهم بسلاح أو حاجة طيب لو حد بيحمي حد شخصية مهمة سياسية رؤساء والكلام ده كله لازم يبقى هو متعلم يعني مش بس إنه يقدر يتعامل بسقافة وكده بيبقى فيه بقى الزكاء وعلم نفسه بيبقى فيه يعني مش هقول له حياتك بقى بسرعة بديها بكأنها مواهب موجودة جوا بيختاروهم كده لأن مش أي حد هيقدر يتعامل بسرعة لما يكون متضرب على التعامل بشكل قوي وعنيف يقدر إمتى يواجه مشكلة أو اعتداء أو حالة طوارق أو مثلا حاجة حصلت فجأة فلازم يبقى أولا أنه هو هيقدر يتعامل إزاي بسلاح له هو هيبقى معه سلاح هيجيد الرماية والتعامل بمثلس ببندوية بأي حاجة بأي سلاح ناري أي سلاح حاد هيقدر يتعامل بيه ده المفروض بس طبعا فرض الأمن اللي بيبقى بيحمي منشأة زي في أي مكان مترو أو أي مكان موجود عاديم الشرط منشأة ده بيبقى ممكن لو أنا كشركة صح المفروض أن أنا هعمله بمعاملة يعني كل الرجال الأمن كلهم يكونوا بنفس الدرجة التدريبية لأنه في الآخر هيمثلوا خطورة أنا شوفنا الفيديو حادثت بتدرب أفراد أمن على استخدام العصاية أو اللي هي بيستخدموها لديما بيبقى مثلا فرض الأمن واقف معها عصاية زي المطاط كده هي بتبقى مطاط فعلا بتبقى في منها مطاط وفي منها معدن أو مطاط أو معدن أو الفيديو شغاله هو فأنت بتعلمهم إزاي هل هو يستخدمها في الهجوم ولا هو يدفع بها عن نفسه والله هي ليها حلين يعني هي ليها حلول كتيرة بس هي الحلين اللي هو زي ما برضو عملنا في الحلقة الجزء اللي فات إن أنا أبقى فاهم فيه هجوم علي أو لا طب أنا كفرد أمن هل متاح لي أن أنا ههجم أو هضرب عند الاعتداء أو عند الزوم زي ما بيقولوا في الأغلب بيبقى من المفروض أن أنا متعاملش بعنف يعني كفرد أمن برضو لأن اللي ممكن بيقى جاي ده بيبقى جاي من المواطنين وأنا زي زي رجل الشرطة ورجل الأمن الموجود ده فما درش أن أنا أبدأ بالهجوم بس مش معنى كده أنه هو هيبقى سايب نفسه للعرضة وده اللي بيحصل بقى كتير يعني هيبقى سايب نفسه عرضة للأذى لنفسه بعد كده لو حصل أنه هو خلاص راح المكان راح أو الشخص تأذى المكان بقى تحت التهديد زي ما بيقولوا بزبط طبق بقى بنك أو مكان تأمين هو بيأمنه فمش صح أن أنا ما عنديش الدراية والتعامل بأداء ده كله في التدريب بقى أنا أنت بتدربه أن إمتى أستخدمها كهجوم وإمتى أستخدمها كدفاع بس عن النفس بزبط أن أنا مأزيش بيها حد إمتى بقى أعمل ده يعني إمتى أنا أستخدمها كعنف لو حد بقى دخل حاول ياخدها مني أو حاول بقى فعلا أن يبقى مع سلاح ما هي المفروض أنه هو بيبقى متعلم على بعض الحاجات طبعاهم مش كلهم بيبقوا متعلمين كده أنا عارف بس المفروض أنه هو بيبقى فيه أو فرق أو دورات ليهم بياخدوها بيتعلموا فيها شوية الدفاع للنفس فترة كده يعني أسبوع أو أسبوعين تقريبا فيه مكان بقى ده خاص بتدريب أفراد الأمن يعني أنا مثلا عايز أبقى فرد أمن فأنا بروح للمكان ده وبقدم تمام أوراقي إن أنا عايز أخد مثلا أبقى فرد أمن فبأخد فيه التدريب صحي كده؟ هو فيه المعهد الأمن طبعا ده بيطلع أو لم بيطلع شيء هذا من وزارة الداخلية أنه الفرد الداخل ده مؤتمد من وزارة الداخلية بالدورة يعني أنه هو حصل على دورة ختال أو كده يعني فيه كذا دورة فيه أنواع كثيرة فبيبتدي إن هو يفهم أولا التعامله إزاي مع الجمهور بيبتدي فيه دورات المفرقعات بيبتدي يتعامل لو فيه فك هم بيفكش طبعا متفجراته بس أنا أصد لو فيه حاجة حصلت يقدر يتعامل معها إزاي يعمل حواجز إزاي دي كلها بتبقى خلال الدورات اللي بياخدها فأنا بختار بعد كده أنا كفرد أمن أنا مثل خدت دورات كلها فأنا بختار المكان على حسب الدورة اللي أنا هشتغل فيها يعني مثلا أنا خدت دورة مثلا مفرقعات خدت دورة أن أنا أقدر أستخدم استلاح أو كده الفكرة أن هي تكون ثقافة عامة ثقافة عامة بالشرط يعني أتمنى أن هي تكون ثقافة عامة عند فرض الأمن عند جميع أفراد الأمن ليه بقى؟ لأنه ممكن هيقابل الكوارس كلها بزد هيقابل المتفجرات ممكن يبقى حد داخل بعبوة مثلا حاجة تحطت في عربية حاجة تحطت تحت عربية حاجة تركنت وحد جري زي ما بيحصل كده في أوقات كتيرة طب أنا لو ما عنديش كفار ده أمن طريقة التعامل والاستخدام الأدوات المحيطة أن أنا أقدر أحمي نفسي بيها إزاي أو أبعد عنها إزاي في وقت اللزوم يبقى أنا كده مش عارف أتعامل بفيها خطورة على المكان خطورة على أي خطورة على الموجودين وإحنا كمان اللي بيبقى غير مؤهل ده هو بيأزي نفسه كمان بزد لأن أنت ممكن أنت مش عارف أنت ما تعرفش أي حاجة فأي حاجة أنت جيت وليت وظيفة فدخلت تعينت فأنت فاكر أن الحكاية أنا هقف 24 ساعة أو هقف المدة بتاعتي قدام المنشأة وخلاص لكن أنت ممكن حد زي ما بتقول حد يحط حاجة فيها مفرقعات أو حد يبقى مفخخ فيخش علي أو حد يبقى مع سلاح زي مسدس أو سكينة لو أنا مش مؤهل لده أنا بقى أزي نفسي الأول والآخر مش مؤسسة بس مش مؤسسة بس أنا بقى أزي نفسي أولا ولو أنا أزيت المؤسسة خلاص يعني هو دخل المهاجم ليها حط بقى المفرقعات أو حط أو هجم أو لو حركة إرهابية أو حاجة أو سرقة هل البنية الجسمية كمان بيبقى شرط في حرس الأمن أو لا مش شرط يعني جسمه ليه موصفات معينة أو لا مش شرط المفروض أولا طبعا نتكلم على أنه جسم يكون معتدل مفروض إصابات ليه طول معين أو أزن معين يعني ما يقلش المفروض يعني أنه ما يقلش عن مية خمسة وسببين طول طول فيما أزيت طبعا كويس مش شرط يكون ضخم قوي لأن ضخمة زي مثلا الممكن بنتكلم عنها بعد كده إن شاء الله يعني موضوع الجردات والحاجات دي كلها الجرد بيبقى ليه موصفات تانية خلص هي بتبقى موصفات بس هي بتبقى برضو أغلب آه فيه كويسين وبيقدروا يتعاملوا بس الأغلب يعني بيبقى عايز كل ما بيضخم كل ما هيجيله شغل طبعا مش صح يعني هو بيبقى بيتحجم في الشغل هو كده مش هيبقى خفيف من وجهة نظر اللياقة بقى يعني هو مش هيبقى خفيف سريع يعني فيه حاجاتها تبقى وقعت منه فهو مش هيقدر يتصرف بسرعة بحكمة لو فيه حاجة ينط منها مش هيفق مش هينفع مش هيلحق يجري مثلا لو حاجة اللي هو بيجري وراء العربية فيه حاجات هو متطلب يعني يبقى فيه عنده المفروض بعض عناصر اللياقة بتاعته هو زبط حاجة واحدة بس اللي هي القوة القوة بس الباقي كله وقع منه اه طبعا مش كلهم عشان ما بقاش ان انا يعني فيه كتير منهم جردات يعني بيحاولوا ان هم يطوروا من نفسهم يطوروا من نفسهم لكن الأغلب أو الموجود اللي احنا شايفينه يعني مش بيحاول طب ليه ما تحاولش طب انت خلاص دي تفرضت عليك انها تكون شغلانتك او انت حابب ان انت تكون كده طور من نفسك طور من من أدائك بقى بالتدريب بالضبط كده لان الثقافة كمان بتفرق ان انا ابقى افاهم ازاي اللي هي الثقافة القتالية مش بس ان انا ابقى مقاتل عندي وكمان ابقى ياري حسب المكان يعني لو انا عندي خبرة بالمكان اللي انا رايحه او مثلا انا هروح مع الشخصية اللي انا هبقى بودي جاردلية انا مثلا رايح مكان معين ففيه هما عندهم عادات وتقاليد في نظرهم ان ده ترحيب بس مثلا انا لو مش عارف الحاجات دي فهتعامل بعمف فده يبقى غلط علي دي الثقافة بقى انا اقصدها ان هو يبقى لامم الموضوع بشكل تاني مش محدود بس على تمرينه ان هو عمال يتمرن وخلاص وبقى يجروح يقف القصة مش وقفة القصة فجأة ان هو لو حصل تعدي او هجوم على اللي يحميه ده هو هيتطرف ازاي طب هل هيضرب هو هيتطر يستخدم قوته طب فيها اوقات مش المفروض انه يضرب زي فرض الامن مثلا العصايا اللي احنا اتكلمنا عنها المفروض ان هو ممكن يمسك بيها مساكات سهلة زي ما شفنا في الفيديو كده ان هو ممكن يخرج برا الاعتداء اه ميزراش ضرب بس يدفع عن نفسه بزرط فده ان شاء الله فيه ممكن لو لو بعد كده حلقات تانية عن ازاي التعامل بقى بجد بسلاح مثلا المسدس ناخده بشكل مستفيد كله السكينة او السلاح الابيض العصايا بتاعت الامن اللي بيحصل لهم هجوم مباشر بتتاخد منه العصايا ممكن ممكن تتاخد منه او ممكن ان انا هتهور او تنرف الزيادة فهقم ضارب بيها هضرب في حيطة انا مش عارف بضرب ايه او يعني هي كمالية استخدام ان انا لما جا استخدامها يبقى فيها ضربة معينة ما تقزيش بس تمنع الهجوم بالزبط او ان انا عملت خلل مؤقت للي قداني بدون ما انا مدر او اقصر حاجة عنده ممكن عصايا تقصر جزء في عظم الجنجمة مثلا طيب انا دلوقتي لو انا ضربت بهجوم مباشر طيب انا عملت كده لنفسي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة طبعا فمش هينفع فانا المفروض ان انا بقى عندي العلم الكافي والحركة اللي انا اقدر اتعامل بالمسافة ازاي زي ما قلنا الهجوم امتى نبقى بفكر ان انا اللي قدامي ده ههجم او لا طب هو داخل يسرق او لا طب هو داخل عصبي بس وعنده حالة نفسية يعني او لا ده كله المفروض المفروض ان هو ما بياخدوها في دورات قبل قبل الشغل والمفروض ان هو بيبقى فيه تطوير لفرض الامن بشكل مستمر علشان اولا مواكبة الاحداث الموجودة ثانيا كمراجعة يعني هو كمان مش بيكتف ان هو بياخد الدورة وينتهى على كده لا ده بيبقى فيه سلسلة دورات تدريبية باستمرار معاه بشرط ان هو يبقى مواكب اي حاجة تحصل جديدة لان فيه تطور في الجريمة الموضوع احنا بنشوف حاجات عملت تكبر في جرائم قدامنا فيه احداث حصلت قبل كده كان ممكن افراد الامن او احنا في الشارع طبعا كنا بنشوف حاجات غريبة انا طب احنا بنتعلم الخطأ او نبتدي ده ندرس الجريمة ديات ازاي اتعملت طب احنا نبقى نهرب منها ازاي نواجهها ازاي ندخل اعماقها ازاي ونبتدي نحلها زي المتفجرات مثلا ما بيبقى فيه خبير مفرقعات بيخش بنفسه وبيفك الحاجة يبقى فيه كمان تكنيك كويس فلازم يبقى فيه توافق ما بين افراد الامن ما بين عقليتهم وما بين ثقافتهم ان هم ما يتعاملوش مع مفرقعات بشكل مباشر لا ده فيه خبير مفرقعات هو اللي يجي بتاهم الزبط بس هو ازاي يقدر يعمل كردون مثلا او يقدر يبعد الناس او يتصرف يتصل ازاي لهذا التواصل بقى المباشر مين الافراد اللي هتصل بيه وميتحقوني في الموقف اللي دي كلها ثقافة عند فرض الامن علم المفروض هو يخوده ويخش فيه طالما هو دخل الشغلانة لان الموضوع مش سهل الموضوع مش بس ان انا ابقى الفلوس او المرتب اوليل فانا يلا بقى على او ايو لا طبعا مش صح انا كده ضريت نفسي قبل ما اضرني المكان انا كفرض امن ان الشركة هي مش مطالب منها التطوير الكامل للشخص يعني فيه شركات على فكرة بتودي وبتعمل دورات والفرض ممكن مايروحش ممكن يغيب ممكن يروح ومالكس يعني كمان هو المفروض ان مش الشركة هي اللي بتبقى مسؤولة عن تدريب الافراد هي المفروض ان هي بتاخده بتعمله تأهيل المفروض يعني لكن هو كمان بيشتغل على نفسه ويروح وياخد دوراتي من نفسه المفروض ان انا اشتغل على نفسه عطلا المفروض ان انا اشتغل لطور من نفسي لان انا قاعد انا بقابل بواجه حاجات كتيرة زي مثلا والدي والدتي مثلا حاولوا يعلموني لحد مرحلة انا بقى لي بابتدى اطور بقى نفسي باخد بقى دورات فرق كرسات في حاجات مش عايف ايه الحاجات دي كلها فده كله بيفدني مش شرط بابا او ماما مثلا او كده هو اللي يقولي طب مش شرط بقى الشركة هاي اللي تقوله روح وتكذا مش شرط بس ايه خلاص اهلته حطته على المكان فانت تبقى عارف بقى وانت تطور من نفسك وتطور من ادائك الموضوع المفروض يكون في تطور موضوع السن ده دي برضو مشكلة كرسة ان فيه كتير اماكن بيبقى محطوط فيها سن كبير في السن جدا رجل كبير في السن احنا يعني عايزين الناس كلها تشتغل يتحط في مكان او في جزئية ما يبقاش هو اللي بيبقى داخل حده قدامه بشكل مباشر يعني مش هو اللي بيتعامل مع المواطن بشكل مباشر كده زي اللي بيبقى على بوابة ده المفروض يبقى احسن حد بالضبط عشان انا اللي بستقبل اللي داخل فلو انا ما عنديش امكانية ان انا حتى يبقى ليك كارزميتي او شخصيتي معاه ممكن ان هو يعني يبقى بيتعامل معاه بشكل غلط فده يقدي الكارسة بقى طبعا يا كابتين احنا كنا نفسين جدا واكيد استفادناك جدا من الحلقة بس انا عايزك في عجالك كده تقول لنا لان احنا دلوقتي بنلاقي فيديوهات كتير منتشرة اللي بنات قدام المدارس يعني يشدوها في توك توك او طفل يتاخد يعني لسه انا شايفها من يومين فيديو حد كمشاير ومصور تاكسي خطف ولد صغير في تاكسي اعمل ايه في السريع انا مثلا قبل منزم البيت ممكن يبقى معي ايه شنطتي احمي بيه نفسي مثلا اتصرف ازاي لو تحطت في موقف زي كده ما فيه ناس انا مش اقدر اهاجم والله هو انا الصح ان انا اتعلم ان انا بقى رياضي ازاي ده المفروض الصغير اعلم ولادي بقى رياضيين ازاي اعرب جم جنبي اعرب نيادي ادربه دفاعن النفس اشوف مدرب كويس دفاعن النفس فاهم علميا قبل ما يكون فاهم الموضوع حرقيا ايه الادوات اللي ممكن يستخدمها زي حياتك ما بتقولي مثلا زي ما كان فيه زمان فيه سبري محطوص الشنطة بس هالده مصرح بيه او لا فالتالي دورتي قاله ان هو ممكن تعمل اللي هي مية فيها شطة وفيها مش عارف مية بصل او حاجة زي كده وتبقى مع البنات في الشنطة لو اي حاجة هي تقدر تحاول تدافع عن نفسها بس هالده او سبري او المبيدي الحشري او الحاجة دي كلها طيب وستعق الكهربائي هل ان انا قادر ينفع يبقى معي في الشنطة مثلا ان تخدمه مش قانونا مش قانونا مش قانونا بس هو يعني الاقتراح اللي هو بتاع السبري دوت ده ده ممكن بس مبقاش هو المادة نفسها انا اعمله في البيت انا اعمل بصل وحب تشطة كده في ازازة بتاع السبري عندي او برفان كده قديمة بس هي هي بتبقى حاجات لان ممكن هي ما تلحقش تطلع الشنطة يعني هي الفكرة ان هي ممكن تبقى الحاجة في شنطتها زي ببقى فيه معاها مسدف مثلا ومالحقش يطلعه فتحمي بها نفسها بالضبط انا اقصد ان هو ممكن ما بقاش كمان قادر يطلع او لاحق يطلع فان انا اقدر اتعلم بسرعة ازاينا انا تصرف ان انا على الاقل يعني اللي سبري دوت بيه اثر على العين مثلا وعلى الوش فانا استخدمتو طب لو انا ما قدرتش على الحق اطلع للسبري طب انا ممكن استخدم ايدي ان انا اضرب بصعبعي في عيني اللي قدامي مش شرط بعنف او بقوة عشان ما يبقاش انا ازيته او انا اصد خطة خفيفة في العين طبعا انا بنشكرك جدا يا كافتن للأسف وقت حلقتنا خلص بس نتمنى ان احنا نكون افدناكو بحاجة بسيطة جدا وان شاء الله يبقى فيه سلسلة حلقات عن انخصص بالضبط تقدر دافع نفسك ازاي لو تعرضت لهجوم وسدس او سلاح او 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 تابعونا في حلقات جديدة من برنامجكم الحياة محاو